لو راجعنا تحديات التي كانت توجه العراق في 2014 وصولاً إلى ما وصلنا إليه لو وجدنا أن تتحقق على أرض الواقع ونجاز كبير جداً يعني ليس فقط موضوع الحرب على الإرهاب العراق أول تحدي كان التحدي الأمني بوجود تنظيم داعش الإرهابي ثالث تحدي التحدي الاقتصادي بانخفاض أسعار النفط إلى أسعار كارثية ثالث تحدي علاقاته مع محيط الإقليم ومع المجتمع الدولي هذن الثلاثة بشكل متوازي وفي نفس الوقت العراق واجهن والثلاثة نجح بهن أنا في أعتقادي نجح في الحرب على الإرهاب استطعنا أن نقضي على التنظيم الإرهابي بعكس الصورة الموجودة في سوريا يعني هذا الاستقرار الأمني الحاصل الآن المنجز الأمني نركز على هذه النقطة هو منجز استراتيجي دائم لن يتنازل عنه العراق ولا توجد هناك تحديات تعتريه بشكل أو بآخر ولا في كركوك أو غير كركوك أستطيع أن أقول نعم لسبب بسيط جدا أنه رافق عملية الحرب على الإرهاب أنه إعادة هيكلة الجيش العراقي والأجهزة الأمنية العراقية بشكل كامل مع معالجة كل أخطاء المرحلة الماضية وأعطيك دليل يعني سماها دكتور هيثم الحواظن نحن إن شاء الله لا يوجد حواظن بس أعطيك دليل من هذه المناطق نفسها هذه المناطق الآن هي أقرب إلى الجيش العراقي أقرب إلى المؤسسة الأمنية الجند العراقي لا يوجد مشكلة يأتي بهالبيت هذا يأكل ويشرب ويبات ويطلع الناس هي قامت تحمل الجند العراقي والجند العراقي فعلا جاي تأمن هذه المناطق هذا همين شيء يعني شيء كان أكبر تحدي أمام الأجهزة الأمنية هي علاقتها قبل 2014 هي علاقتها مع الشعب علاقتها مع المواطن اليوم هذا أنجزنا إحنا مع الانتصار الذي تحقق على أغراء يعني 2017 عام المؤسسة العسكرية ممكن نسمي 2017 عام النصر وعام المؤسسة العسكرية التي ترتبطت بالشعب التي جاءت فعلا لحماية الشعب أضيف إلى هذا أنه رافق كل هذا الإنجاز الكبير رغبة من الكتل السياسية لمعالجة كل أخطاء المرحلة الماضية وكل الأشياء التي حصلت كان فيها فائدة هسهم شوية راح تحرش بأخوه يخسره حتى انفصال 25 تسعة السبتامة 25 تسعة كان بفائدة بالنسبة للشعب العراقي أنه زاد من لحمة الشعب العراقي زاد من حرص كل الناس على وحدة الشعب العراقي وإنكر على حسابهم لا ليش على حسابهم هم موجودين هو أنا الزميلي وأخويا أنا متمسك بي هو متمسك بينا مو على حسابهم يمكن على حسابهم أن الخلافات السياسية داخل الإقليم كردستان برزت أكثر من ذي قبل لكن بشكل كامل أنا أعتقد أنه 2017 شهد أمور كثيرة جدا تفرح وتعطي على المستوى الأمني على المستوى الأمني وحتى على المستوى السياسي على المستوى السياسي اليوم يعني أنا خلي إذا من واحدة من الأخوة ما مستعجل على المستوى السياسي على المستوى الأمني في كاركوك تحديدا كونك ماتل كاركوك نعم أكو منجز كبير جدا أكو منجز كبير جدا وأنا يعني ولا خوف عليه في عام 2018 أم فيما ذكر الدكتور هيثم أن هناك أخبار عن احتمال سقط كاركوك أبدا هذا الشيء غير موجود أنا قبل يوم كنت في كاركوك أنا جاي من كاركوك وبالحويجة الذي حصل والذي سيحصل بالأيام القليلة القادمة أنه هذه التنظيمات الإرهابية بعد هجومة جيش عليها ذهبت باتجاه الهروب ما المواجهة لأن ما نظر عندها إمكانية المواجهة فاختفت في التضاريس الجغرافية الصعبة الموجودة في المنطقات عندما اندفع الجيش من الحويجة إلى داخل كاركوك معاه الأجهزة الأمنية خلف وراءه فرق كبير جدا بعد إكمال السيطرة على محافظة كاركوك عادت جيش لعالة تنظيمة أثناء عالة التنظيم هذا التنظيم الإرهابي استغل عالة التنظيم فبدأ يخرج هنا وهناك لكن لا خوفه على كاركوك ولا خوفه على الوضع الأمني في كاركوك بل على العكس من ذلك الأجهزة الأمنية يعني عددها وعدتها تزداد يوما بعد يوم في كاركوك وحتى موضوع الريات البيض هذا الموضوع ماكو يعني أخذ أكثر من حجمه نعم إحنا لازم ندرباننا ولا يلدق المؤمن نجحر المرتين بالتأكيد لكن هذا الموضوع أيضا لا نكبره على حساب الأمن ولا نكبره على حساب أمن الناس